السلام عليكم بابا تلاميذ الصف الخامس الابتدائي درسنا لهذا اليوم من دروس السيرة النبوية أخذنا في الدرس السابق معركة بدر الكبرى وشرحنا أهم ما موجود بها نأتي إلى حل مناقشة معركة بدر الكبرى صفحة 54 هدنا نقطة الأولى من المناقشة متى وقعت معركة بدر الكبرى بين المسلمين والمشركين بابا جواب هنا في صفحة 52 يقول وقعت معركة بدر في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة ها جواب النقطة الأولى من المناقشة صفحة 52 جواب النقطة الأولى من المناقشة وهي متى وقعت معركة بدر الكبرى بين المسلمين والمشركين النقطة الثانية كيف بدأت معركة بدر هنا كيف يسأل كيف بدأت معركة بدر أو ما هي أسباب معركة بدر بابا جوابك نا كذلك في صفحة 52 بداية الصفحة نقول خرجت قافلة تجارية لقريش يقودها أبو سفيان أحز عماء المشركين فقرر رسول الله أن يسيطر على القافلة لماذا قرر رسول الله أن يسيطر على القافلة ليضعف قوة قريش التي تحارب الإسلام والمسلمين بأموالها هذا جواب النقطة الثانية من المناقشة نقطة الثالثة كم عدد جنود جيش المسلمين في معركة بدر بابا جوابنا نقول كان مع رسول الله ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هذه جواب النقطة الثالثة عندنا النقطة الرابعة لماذا سميت هذه المعركة ببدر لماذا سميت معركة بدر بهذا اسم بدر جواب هنا نقول وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أصحابه قد نزلوا في مكان فيه بئر ماء وهذا البئر الماء يدعى ماء بدور ولذلك سميت هذه المعركة بمعركة بدور ها جواب النقطة الرابعة جواب النقطة الخامسة كم كان عدد جند المشركين في معركة بدور كم كان عدد جند المشركين في معركة بدور بابا جواب أخنا قول كان عددهم قرابة ألف مقاتل كان عدد جيش المشركين وعددهم قرابة ألف مقاتل هذه جواب النقطة الخامسة من المناقش النقطة السادسة ما نتائج معركة بدر ما نتائج معركة بدر نتائج معركة بدر قرناها لكم نتائج معركة بدر هي أولا شعر المشركون بالذلة والضعف وشعر المسلمون بالقوة والعزة ساعد هذا النصر على انتشار الإسلام وأصبحت للمسلمين هيبة بين قبائل العرب فارسلت بعض القبائل وفودا للتفاهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله أو الدخول في الإسلام والنقطة الثالثة من نتائج معركة بدر سمى القرآن الكريم يوم معركة بدر بيوم الفرقان لأن هذه المعركة فرقت بين الحقي والباطل جواب النقطة السابعة والأخيرة ماذا سمى القرآن هذه المعركة ولماذا؟ هذا الجواب النقطة السابعة سمى القرآن الكريم يوم معركة بدر بيوم الفرقان لماذا؟ لأن هذه المعركة فرقت بين الحقي والباطل وبعض كل ما موجود بحل مناقشة معركة بدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته